قمة لمجلس التعاون الخليجي في البحرين تجتمع الدول الست وبريطانيا هذه المرة على وقع عدم إجماع بشأن بعض القضايا وعلى رأسها الاتحاد الخليجي وملفات المنطقة الساخنة بما فيها اليمن مواقف بعض الدول وتصريحات مسؤوليها تؤكد أن المجلس ليس صوتا واحدا في كل الملفات فالمقترح السعودي الجديد القديم بشأن الاتحاد الخليجي مرفوض بشكل علني من قبل مسقط مكمن الخلافات بين دول المجلس لا تقف عند حدود الاتحاد الخليجي بل تتعدها إلى ما هو أكثر وبالتحديد ما يتصل بمصير البيت الخليجي بشكل عام بعين غير راضية تنظر الرياض إلى موقف بعض دول المجلس بشأن أمنها الجنوبي وإلى أي تقارب خليجي مع إيران في الوقت الحالي حتى وإن اتفق الجامع على ضرورة استعادة الشرعية في اليمن مثلا وقطع اليد الإيرانية فليس سرا أن بعض دول المجلس تختلف بشأن رؤيتها للحرب والتدخل الإيراني ليس هذا وحسب بل إن ما يقلق الرياض أكثر هو برز الدور الإيراني والحديث عن احتمال قيام قواعد عسكرية إيرانية في حال بقيت اليمن تحت سيطرة الحوثيين صحيح أن هاجس الأمن في منطقة الخليج قاسم مشترك ولكن تختلف درجته وأسلوب تحقيقه من بلد إلى آخر جولة الملك سلمان الخليجية التي بدأها من الإمارات هي استشعار بحجم الأخطار القادمة ومن ثم السعي للتعامل معها قبل أن تغدو فعلية خاصة في ظل القلق بشأن مستقبل العلاقات الخليجية الأمريكية بعد صعود الإدارة الأمريكية الجديدة الكثير من الأسئلات تحضر في هذه القمة الخليجية بالتزاون مع الحراك الدبلوماسي للأمم المتحدة الساعي لفرض تسوية سياسية في اليمن ما الذي ستخرج به من نتائج فعلية واقعية وما الذي ستضيفه إلى موقف التحالف القائم لإسناد الشرعية وما مدى قدرة المجلس على إيجاد آلية مشتركة للتعامل مع الملف اليمني والتدخل الإيراني في البوابة الجنوبية للبيت الخليجي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة